عاوزين نبدأ بقى معاك انت بدأت الكرة في المينيا امتا؟ كان سنة كم سنة؟ نعم من مدرسة الكرة مدرسة الكرة في المينيا كان بابا الله يرحمه كان بلعف في المينيا وكان مدير الكرة بعد كده يعني كونا فمولود جوا النادي كم سنة؟ كان سنة كم سنة؟ 10 سنين 11 سنة من زمان طبعا اه تعرف في الأقديم وانت صغير بتلعب كل حاجة بلعب على بقوة باسكت كله؟ اه بلعب كل حاجة عندك طاقة؟ اه لا انا لعبت باسكت دوري وامتاز مع الكرة كمان اه الاثنين تكمل بقى فعادت طبعا في المينيا وممكنت صعدت الفريد الأول من سن 17 سنة كانت كان درجة تانية ما لعبتش كرة شراء في الشارع؟ نا طبعا طب ما هنعزين نبدأ؟ لا لعبنا كتير دورات ربضانية في الشوارع وفي كل حتة كان ليك فرقة معينة وكانت بقى أحياء كده أحياء اه كان ليك فرقة؟ يعني الحي بتاعنا مين من لعبت المينعم كان موجود معك في فريقتك في الكرة الشراء؟ كان فيه أخوي الله رحمه هني الله يرحمه وعصام عبد المينعم عشان كنا كل ساكنين جنبه مش كابتن عصام عبد المينعم لا لا كان لعب جامد عندنا في الميناء كان اسمنا عصام عبد المينعم عشان نساكن جنبين يعني فبنلعب تابع الحي يعني تابع الحي ونلفة بقى الدورات كلها فيه الساحة الشعبية وفيه عندنا أنا زاكن في المحيطة يعني ميدان عبد المينعم في المينيا بفيه دار ما نعمل تحكينا على المينيا عروس الصعيد وهي يعتبر شمالي الصعيد وإحنا كنا بروح نلعب فيها كنا بروح بنكب القطر بننزل ناخد الباس وروح على الروتيل نلعب نرجع كذا 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 إننا ما بنشوفناش حاجة وبنسمعنا عروس الصعيد فيها كل احكينا عن المينيا البلد صغيرة مش كبيرة اه تحبها جميلة جدا اكيد النيل عندنا من أجمل مناظر عندنا في النيل مواقع بالموقع يعني اه الموقع لا مش الموقع يعني يعني ده متلاقي الناس بني عن النيل على طول ده احنا عندنا اه حتة جينينة كبيرة قوي وفيه مامشة جميلة في المنظر فيه حلو قوي عندنا اه اه تتمشى فيه تعط يعني دي الخروجة الخروجة الحلوة تنفسحة يعني اه شام النسيم غير النادي اه اه فجميلة النيل قدامك والجبل والشكل الفيو رائع طبعا وناس طيبين طيب نكمل بعد كده بعد ما نعبت كرة شراب كنت تلعب كرة شراب قبل ما تلعب كرة شراب تلعبها في الساحة لا لا انا بلعب في النادي من صغري قص يعم من صغر الموجودين فالنادي مؤام صغير يعني عا بكانش بيمنعك انك تلعب كرة شراب وانت في النادي شوية طبعا اه مين اللي قاله انت لش شافك وانت بتلعب كرة شراب كده في الشارع كده או في الساحة وقال لك النداح هيبقى مستقبال كبير قوي وبدأ الانظار تتركز تتركز عليك في النادي المينيا مش قوى مش قوي كنتش لعيب اوي كرة يا ربا الازم الحريف اللي بيعمل التعنيف ها اه كنت تعنيف اه كان اخواتي احسن مني يعني اخواتي الكبار اللي ارحمهم من اتنين كانوا لا بلعب كرة احسن مني اه انا كنت داخل في البسكت اكتر يعني كنت ماشي يعني لابت صغير اوي دور ومتاز عشان كده في البسكت عندي الجنب بتاعك عالي بالزبط كده اه طبعا ما هدي ما انا وبلعب قوة 100 متر فعن الاسبريند بتاعي كان كويس بس ما خيش بتكسبني والله يكسبتك لا 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 والله يكسبتك عندي الشرايط هعجبها للسجر المشاهدين والله يكسبتك في كده كابتن عبدالله عشان الله ارحمه انا عامل تمرين اه مئة متر اسبريند والله يكسبتك يبقى انا ببطل بقى ده في عزك في 86 في عزك ولعبت البطولات العب قوة يعني على مستوى الصعيد مش مين مستوى عالي له حافظة نفسها اه بالضبط بس ديتني طبعا حاجات اسستني كتير اول في الكرة الكرة بتدتي بس بلعب برضو في نادي المينيا في الناشئين والشباب متدرك عادي في الاكاديمية اه يمكن اللعبتنا في ظروف سعادتنا كتير عارف زي المنتخب برضو كان المينيا في ناس كتير بتبطل طب نشوف الخطاع من تحت فلما لعبت ركبت على طول وانا عندي 17 سنة مع الفارق كم سنة كام؟ 78 79 كنا بنلعب درجة تانية في المينيا السنة دي يمكن الحمد لله كان مجموعة الصعيد مجموعتين مجموعة جنوب وشمال اه اسوان طلع اول في الجنوب واحنا اول عالشمال وليبنا مبارتين فاصلتين مباراة في اسوان اتغلبنا ثلاثة اتنين وكسدنا في المينيا اربعة واحد وصعادنا دور الصعود دور الصعود كنا احنا وشبين وكفر الشريخ والسكة الحديد تلعب في الصدق قهرة دور اربعية اه دور الترأي الترأي صعادنا احنا وسكة الحديد الترأي